أهلا بحضرتكم مرة تانية الدولة وفر التمويل لـ 89 مشروع جديد للجامعات الحكومية والتكنولوجية المشروعات هي عبارة عن تطوير الاختبارات العملية العلمية وإنشاء بنوك الأسئلة وكمان دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي كمان فيه دعم للمشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي ده غير المشروعات التنافسية لتمييز مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المشروعات اللي بتساهم في تطوير الجامعات المصرية هنتكلم بالتفصيل عن هذه المشروعات مع ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي صباح الخير على حد صباح النوية يا صباح النوية بنوارنا يا حد يعني في البداية احنا بنتكلم على وجود حوالي 93 جامعة مصرية في أنحاء الجمهورية ما بين جامعات حكومية وتكنولوجية وغيرها إذن فهي منظومة محتاجة للتطوير طول الوقت حضرتك شايف زي المشروعات دي ممكن تطور من منظومة الجامعات المصرية هو الحقيقة الفترة الماضية شهدت الدراسات استراتيجية على مستوى الدولة كلها من القيادات السياسية ومن معالي الوزراء على التوزيع الجغرافي للجامعات في المحافظات المختلفة ومتطلبات التعليم تبقى لطبيعة كل محافظة فالجامعات الأهلية كمان برضو ممكن تكون زي الجامعات الجلالة وسلمان والعلمين والمنصورة واللي هما وصلوا لعشرين جامعة أهلية دلوقتي كتصنيف لمنظومة الجامعات الأهلية زي ما كنا بنقول لحضرتكو في جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات أجنبية فالجامعات اللي بتنشئها أو بتوافق على إنشاءها الوزارة بتبقى مربوطة بالمنطقة اللي هتنشأ فيها الجامعة والتخصصات كمان اللي جواها الجامعة بتبقى مربوطة بالبيئة ومنتطلبات اللي عمل سوق العمل في المحافظة أو في المنطقة المحيطة لو خدنا كده وحللنا بلغة الأرقام احنا عندنا تلاتة وستعين جامعة زي حركة تماما صح كده كم جامعة جامعة حكومية عندنا سبع وعشرين جامعة حكومية تمام زي قاهرة وعن شمس والحلوان كده تمام معروفين عندنا الجامعات دول هما بأسماء المحافظات يعني زي ما بيقول تقريبا وبعدين دول يا تقريبا يعني حالك تقول ان بقى فيك تقريبا جامعة في كل محافظة صحيح عندنا جامعات أهلية كم جامعة بأشرين جامعة يبقى كده سبعة واربعين عندنا خمس وعشرين جامعة خاصة عندنا عشر جامعات تكنولوجية وست فروح جامعات أجنبية وعندنا كم معاهد معاهد خاصة حوالي مية اثنين وسبعين معاهد وخمس واربين معاهد حكومي بيجمعوا في حوالي 8 كليات تكنولوجية بيخرجوا كم طالب؟ بيخرجوا في السنة حوالي 600 ألف بقوا إجمالي الطالبة اللي في المرحلة التعليم العالي حوالي 3 مليون و 2 من 10 3 مليون و 2 ألف جمع كل مليون ده المخطط العالمي اللي بتحاول الدولة تخطط له لغاية 22 و 32 و ما بعد كده يعني الجامعات بتنشأ منعن على دراسات وليس فقط دي مجرد الانشاءات يعني دي بنية أساسية للتعليم العالي على مستوى المحافظات على مصر و مصر كلها طب احنا بنكلم على مشروعات زي اي يا فندم؟ المشروعات اللي احنا بنكلم عليها دلوقتي هي مشروعات خاصة بتطوير العمل جوه الجامعات بصفة عامة بخصوص ان احنا عندنا في وزارة التعليم العالي وحدة اسمها وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي مسؤولة عن فيها 8 إدارات خاصة بتأهيل المعامل اللي داخل للجامعات للاعتماد الدولي لان تأهلنا للاعتماد بيرفع من القيمة للمنتجات والقياسات دي كمان الجامعات الحكومية احنا عايزين نطور مثلا واحد من المشروعات نطور من المعامل الموجودة في الجامعات دي عشان يبقى فيه اعتماد دولي عشان تبقى تصبح قياس لان فيه اختبارات الاختبارات عشان المنتج عشان يبقى منافس في السوق المصري بيحتاجش اهداة اعتماد انه هو مطابق للموصفات القياسية تبقى لكل نوع كل منتج القياسات دي لو مش عندنا العينات او النمازج الصناعية بتسافر لبرة تعتمد بمبالغ ضخمة جدا وبتعوز تجديد للشهادة دي كل فترة فعندنا مراكز الاعتماد هنا في مصر وبنتعاون مع منظمات يعني جهات اعتماد داخل مصر تابع لوزارة الصناعة زي الايجاك وفي منظمات تانية يعني في منظمات دولية وفي ستاندرد للمصفات القياسية في ناس بسرح تدفع فلوس في جماعات تانية عشان تاخد الاعتماد ده عندنا معاحد القياس والمعايرة ده برضو تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعندنا منظومة بنحاول نكملها دلوقتي وبالتعاون مع وزارة الصناعة زي مع الوزير في الفترة الأخيرة بنضغط ان احنا يعني او بنوجه بيوجه ان احنا نتواصل مع وزارة الصناعة عشان يبقى المعامل اللي بنسعى لتأهلها هي فعلا عليها احتياج من وزارة الصناعة جهة انتاجية او مسؤولة عن الانتاج يعني والتصديق يعني التايتل بحراتك متعلق بالتحول الرقمي مزبوط صحيح؟ تمام طب احنا اللي بتقوله ده يعني تطوير تكنولوجي مش تحول رقمي التحول رقمي ده التحول رقمي اكبر شوية عبر المزر لان احنا عندنا لان انا يعني بقى اشرف على وحدة تطوير مشروعات تعليم العالية بجانب العمل كمساعد للتحول الرقمي التحول الرقمي ممكن مازالة اشمل شوية خاصة بالتطوير العمل داخل عندنا تلات محاول لو صنفناها من جوة الوزارة مشروعات التحول الرقمي داخل الجامعات مشروعات التحول الرقمي المستشفيات الجامعية مشروعات التحول الرقمي في مؤسسات البحث العلمي 11 معهد بحسي فيهم 8000 باحث بتعملوا ايه؟ مشروعات التحول الرقمي عندنا يعني منظومة ضخمة أو يعني مجمع للمشروعات كاستراتيجية كانت يعني كوفيد ساعدنا في تنفيذها الحقيقة وعملناها بصورة مختصرة أنها تخلص في سنة 21 زي منظومة الجامعة السمارت يونيفورسي جامعة زكية ومنظومة الاختبارات الإلكترونية على مستوى جامعات مصر كلها وده الحقيقة تحققت طافرة في المجال الطبي كمرحلة أولى 72 كلية يعني بقوا يعملوا بالكامل معظمهم يعني بالنسبة كبيرة جدا في بزورة التحول الاختبارات الإلكترونية المميكانة وده مشروعات اجمال التمويل فيها لل الاختبارات الإلكترونية فقط 4 و 17 مليار جنيه فعندنا مجمل المشروعات تقريبا بيعدي 11 مليار جنيه في مشروعات تحول رقمي كابينيا تحتية في الجامعات الجديدة اللي بتنشط أو من ناحية الاختبارات الإلكترونية أو بيكانت المستشفات الجامعية دول أكبر 3 مشروعات شغالين فيها الدراسات اللي بتتعامل على المشروعات دي عشان بالتالي بيتوافق عليها بيبقى فيه دراسات جدوى مقارنة كده على العائد المادي والعائد الأدبي وفيه حاجات غير عائد غير مباشر زي مؤشر الشفافية مثلا في الاختبارات ومشاكل اللي كانت بيتيجي من التصيح بتحتاج تتغير بعد 6 سنين بتشوف تكاليف الاختبارات في الصورة الوراقية تكاليف قده وفي المرحلة الإلكترونية وحجم التوفير اللي هيتم من العمل بين النمسي العنزين المنظومة يعني حيما طبقنا في القطاع الطبي الحقيقة عندنا قوائم انتظار لو دينا نقولها كده من كليات الأخرى اللي عايز تستخدم نفس المنظومة وخاصة الكليات الأدبية اللي فيها عدد طلبة ضخمة النتيجة بتطلع من من النظام الإلكتروني بصورة لحظية يعني لو قدرنا نقول كده وكمان البرامج اللي بن دعم المشروعات اللي احنا بكلم عليها النهاردة في منها دعم لإنشاء بنوك الأسئلة ولإنشاء مراكز القياس والتوقيم اللي بتقيم المنظومة يعني أتت بثمارها ولا لسه محتاجة تعديل ايه بقى مشروع بنوك الأسئلة اسمعت عنه كتير المشروع بنوك الأسئلة ده لما بنكلم على اختبارات الإلكترونية فأنا عايز أعمل اختبار تطلع الأسئلة بتاعته من مكتبة للأسئلة والمكتبة الأسئلة دي بتبقى متصنفة أسئلة في مستوى الطالب العادي ومستوى الطالب المتقصد ومستوى الطالب المتميز ولما باجي أعمل أولد امتحان بيبعندي مثلا بنك أسئلة في 5000 سؤال أنا عايز 20 سؤال فبياخد من كل مجموعة من مستويات الصعوبة ومربوطة بمخرجات التعلم اللي بتقيس المنهج التعليمي الطالب استوعيب وبنسبة قديم وده محطوط لكل المناهج ده المشاريع اللي احنا بنعملها بمثل هذا المثال المفروض يبقى فيه عندنا بنوك الأسئلة دي المنظومة اللي في المكاتب الخلفية اللي بتخدم منظومة الاختبارات الإلكترونية إن يبقى عندنا الدكتور مكتبة لامتحانات مادة معينة يطلب توليد الاختبار فيجيب له مثلا ثلاث فئات من الأسئلة سؤال متميز مجموعة أسئلة متميزة مجموعة أسئلة متوسطة مجموعة الأسئلة العادية وإيس هو فعلا الطالب استوعيب المنهج ولا لا طيب احنا بنتكلم إن جامعات الدلتا التكنولوجية والقاهرة الجديدة تكنولوجية كمان حصلوا لوحدهم على 15 مشروع من إجمالي 19 مشروع الجامعات التكنولوجية الحقيقة إحنا تطوير مشروعات التعليم العالي كانت يعني منشأة من 2005 لخدمة الجامعات الحكومية لما ظهر الوزارة بقى عندها هما وزارتين في وزارة التعليم العالي والبحث العالمي فبقى عندنا المعاهد البحسية 11 معاهد بحسي فالحقيقة في مجلس إدارة الوحدة يعني مع الوزير اعتمدنا ضم المعاهد البحسية في نطاق الأعمال اللي ممكن لوحدة تطوير مشروعات بالميزانية المخصصة اللي بتدعم بها الجامعات إن إحنا ممكن ننزل النداءات أو الكولز دي للمعاهد البحسية وبنفس الطريقة للجامعات التكنولوجية برضو ما بقتش النداءات دي بتنزل لجامعات الحكومية فقط ولكن بتنزل الجامعات التكنولوجية ومن ضمن النداءات برضو اللي بندعم بها الجامعات إن بنعمل إطلاق نداءات مخصوصة للجامعات الجديدة زي جامعة العريش جامعة مطروح الودي الجديد الأسر الجامعات الوليدة عشان ما يبقى ليها دعم خاص غير الجامعات العريقة أو القديمة عشان ما يدخلوش مع بعض في منافسة واحدة الدولة المصرية عاملة خطة لعشرين تلاتين وفي حاجات عشرين خمسين مصبوط حضرتك في التحول الرقمي للجامعات عندنا خطة مواكبة لده عندنا خطة يعني ده بتبقى كمان على مدة أقصر من كده لأن التحول أو التغيير أنا متفاهم أنا عايز سامل التحول الرقمي للجامعات أنا عارف من ده مشروع يعني أنا فاهم من قوة ضخمة جدا ويحتاج مزنيات عالية جدا وبتتكلم في أرقام تبقى تلاتين جامعة يعني لأنا قصدي أن الخطة ما بتبقاش في مجال تكونو جامعة واتصالات على عشر سنين بتبقى على مدة أقصر من كده لأن التغيير والرقابة والاحتياج للتعديل بيبقى بصورة مستمرة ممكن بتبقى في خمس سنين أو أقل كمان يعني فعندنا خطط للتحول فعلا أبرزها إيه أبرزها إن إحنا عندنا إن إحنا يبقى عندنا الجيل الرابع من الجامعات تبقى الجامعات الذكية وإن إحنا عندنا مبادرس معها طالب رقمي مثلا لتقديم خدمات الطلاب بصورة إلكترونية هو جيل الرابع ده حيبقى عامل إزاي في الجامعات يعني إحنا بنقول إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي وسيلة وليست غاية إحنا بنشتغل في الخلفية لتسهيل تقديم هذه الخدمات يحصل على الخدمة بصورة سهلة ويبقى فيه ربط ما بين المنظومات وبعضها يبقى فيه تكامل ما بين البرامج اللي بتؤدي خدمات الطلاب زي البرامج اللي فيها اللوايح ودرجات الطلبة مع النظام القبول مع نظام الحضور مع المدينة الجامعية مع الوسائل للنقل مثلا لو الجامعة عليها وسائل النقل فالجامعة الزكية هي من الجيل اللي بتستخدم التكنولوجيا الحديثة زي إنترنت الأشياء والخدمات المميكانة أو الإلكترونية بلاش المميكانة دي خطوة في السك لكن تحاول رقم مراحله كتير طب إحنا كلمنا عن مشروع بنوك الأسئلة فيه مشروع اسمه كمان الفعالية التعليمية حب حريك تفاهمه لنا أكتر هو ده خاص بالتفاعل ما بين الأعضاء التدريس والطلبة في صورة المشروعات اللي ممكن تكون لها مشروعات طلبة تتحول إلى مراحل تطبيقية وفيه برضو تمويل لمشروعات طلبة وبنحاول نعمل مع الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي اللي بتدعم أو بتشغل في نفس المجال يبقى بيننا هل كل المشروع طبعا يعلاقة بالتخصص بتاع الطلب مزبوط مزبوط فيه جهات بتدعم برضو صندوق الدعم النبغين والمبتكرين فبنحاولها وصندوق هيئة تمويل العلوم دي كلها جهات تابعة للوزارة التعليم العالي بتسعى إنها تطبق أو يعني ما يبقاش الأبحاث نظرية فقط ولكن تبقى تطبيقية تطبيقية فالتكامل والتفاهم ما بين هذه الجهات هيعظم الفائدة ما يبقاش نفس المشروع بيتقدم لكل جهة ويبقى فيه تكرارية طب وإيه هو مشروع مركز الجودة بنعمل إيه يعني هي بتقيس جودة التعليم جهة كل جماعة فيه مؤشرات لقياس الأداء العملية التعليمية وإزاي يحصل مطابقة للموثفات القياسية العالمية كل مشروع من دول عندنا تفاصيل فيه وفيه وحدات جودة موجودة في كل جامعة وكل كلية لقياس من مخرجات التعليمية وشايف يعني حضرتك شايف أن إحنا جامعاتنا هتبقى كمان خمس سنين عملة إزاي لو إحنا مشينا بنفس الإقاع الحقيقة في آخر أربع أو خمس سنين يعني كنا بنسمع أن إحنا خارج التصنيف والجامعات بتاعتنا مش موجودة في مؤشرات لا لا هتبعوا للتصنيفات التي تطلع دلوقتي كل سنة الجامعات عملة تتقدم ويبقى فيها عندنا جامعات كتير جدا دخلت في في تحت الخمسمائة جامعة الأولى وفي تحت المية الأولى مين في تحت المية الأولى؟ في تحت المية الأولى في زي جامعة أسوان في مثلا في الجرين أنرجي في مؤشرات التنمية المستدامة في جامعات القاهرة وعين شمس دول عشان طبوا هدسة بتاعتهم وطبوا هدسة هما بيعجحوا القسط وفي تصنيفات كتير زي الكيو إس وزي شنغهاي في مؤشرات كتير جدا بنحاول إحنا كان عندنا المشكلة يعني إن إحنا ما بنؤهلش نفسنا للجهات اللي بتبص علينا وتقيمنا فإحنا نجهز نفسنا ليه يعني نذاكر الأسئلة جاية في إيه كده الإجابات إيه يعني المؤشرات الأداء الجهات اللي بتطلع التصنيفات دي بتبص عليها نجهز نفسنا بالبيانات إحنا ببيانات موجودة وعملين فيها إنجازات بس ما كناش بنعرضها بالصورة اللي تخلينا ناخد الـ بشروع زي تطوير المعامل ده مهم جدا 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 قدرنا نوصل فيه لإيه لغاية دلوقتي؟ عندنا أكتر من 150 معامل دلوقتي معتمد وفي مجالات مختلفة في مجال الطبي ومجال التصنيع وفي مجال النسيج مثلا في عندنا مجالات كتير جدا عندنا فيها أعتمادات يعني نقدر أي منتج أو مصنع محتاج شهادة اعتماد بيروح للجامعة اللي فيها المعمل ويأخذ الشهادة تبقى المواصفات القياسية 17-025 يعني مهما كانت المواصفات القياسية اللي هو محتاج يكون متوافق معها هو ده اللي احنا بنسعى فيه بقى فيه عندنا ربط ما بين البحث العلمي والصناعة لغاية ما نوصل لمنتج معتمد ومنافس على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فقط صحيح وده اللي حاولت تعمله فعلا الجامعات التكنولوجية زي جامعة الدلتا وبنسويف والعاصمة الإدارية اعتقد ان احنا عندنا فعلا مشروعات وعندنا طفرة كبيرة جدا في مجال التعليم العالي اتكلمنا عن التحول الرقمي في الجامعات وكان بصحبتنا دكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي اتكلمنا تفصيلا عن كافة المشروعات المستقبلية كمان واللي ممكن تاخد جامعاتنا المصريف حتى تاني بنشكورك مرتينة دكتور هشام شكرا لك يا دكتور